شايف نفسك ذكي؟ بتعرف تحل الألغاز؟ كان نفسك تكون زابط شرطة بتحقف الجرائم وبتكشف المجرمين؟ تركيزك عالي؟ زهنك حاضر؟ لو شايف إن فيك الصفات دي بأما كانت معنا في قناة المحقق هبوش؟ أصعب القضايا والألغاز البوليسية؟ كل حلقة فيه نوفزك دي هنقدم لكم عدد من المشتبه فيهم مهمتك تعرف مين المجرم؟ خلي بالك لازم يكون تركيزك قوي لإن هيكون فيه غلطة واحدة بس هيرتكبها المجرم فلازم تركيز بكل حواسك واللي هيعرف مين المجرم؟ هنقل اسمه في الحلقة اللي بعدها ومفاجئاً للمشتركين الجدود في قناة المحقق هبوش في كل حلقة همضيف أساميهم في لوحة الشرف وهمعد أساميهم على الشاشة إلحق اشترك في قناة المحقق هبوش علشال ما تفوتش حلقة هبوش؟ أهلاً بكم في حلقة جديدة مع المحقق هبوش في الحلقة اللي فاتت كان معنا لونه مخز الكتار منتصف الليل كان فيه قاتل على مفن الكتار قاتل ثلاث ستات في ثلاث أيام متتالية وكان المشتبه فيهم هم سواق الكتار ولا الكمسار اللي بيحصل التذاكر ولا الجزار ولا الكهربائي ولا المحاسب والقاتل كان هو الكهربائي لأنه قال في التحقيق معاه أن الضحايا الثلاثة اتدبحوا بمشرت وده اللي حصل فعلاً والمشرت كان موجود جنب جسة إحدى الضحايا وهو الوحيد اللي كان عارف أن الضحايا اتدبحوا بالمشرت أنا بسألك يمكن يكون فيه مشاكل بينك وبين الستات دا اللي بخليك ما تتجوز دلوقتي وبرضو هيكون دافع ليك ان انت ممكن تكون قتلتهم أقتلهم ليه يا باشا هم عملولي ايه يعني علشان أقتلهم وبعدين أنا راجل كهربائي صنايعي بجرع على أكل عاشب اليومية وبعدين يعني يا باشا وأنا لو حبيت أقتلهم هاخد واحدة واخنوها بسلك هاخنوها بايدي مش هتبعها بمشرت دي حاجة عايزة واحد يعملها جزار طبيب جراح مش كهربائي يا باشا مش أنا اللي قتلتها يا باشا أنا راجل غلباني وبجرع على قيتي وأكل عيش عيالي وده كان بسبب كرهو للنساء وبسبب رفضوه من كتير لترباط الزواج منه وده اللي سبب له عقودة خلته يقتله لغز النهاردة كان في إحدى الموانئ الكبرى للسفن كان اللغز عبارة عن اختفاء سفينة من الميناء والسفينة دي كان عليها كمية كبيرة من الدهب اللي كان من المفروض أنه مخصص للتصدير لروسيا ولكن الكل اكتشف فجأة أن السفينة اختفت طبعا بالدهب اللي عليها ولما حققتي في الجريمة شكيت في الأشخاص دور قائد السفينة المدير الميناء المدير الصيامة رئيس عمال التحميل المسؤول الشركة واحد قائد السفينة انت طبعا قائد السفينة وقبطنة صح؟ فعلا يا فندم أنا قائد السفينة كنت فين وقت اختفاء السفينة السفينة دي كانت في الصيانة بقالها شهر تقريبا علشان حصل فيها مشكلة في آخر رحلة ليها وكانت هتغرق وهتموتنا كلنا بعد ما وصلنا هنا بالسلامة اتقطرت السفينة لمركز الصيانة وبعدين بلغوني من يومين انها اتصلحت وتشحنت بحمولة من الدهب اللي مطلوب ان هي تتصدر لروسيا وطلبوا مني اني اجي النهاردة علشان اقود الرحلة لكن لما وصلت لقيتها اختفت بالحمولة اللي عليها مش شايف انها غريبة شوية لما سفينة تختفي من غير ما حد يشوفها او ان كاميرات المراقبة تكتشفها يا حدثة غريبة فعلا لكن كاميرات المراقبة سجلت كل حالة لكن النظام عندنا ان كل تلاتين يوم بتقوم كاميرات المراقبة بمسحة القائل للتلاتين يوم اللي فاتوا وتبدأ تسجل من جديد والسفينة اختفت في الوقت ده وكأن اللي سرق السفينة كان عارف بالموضوع بتاع الكاميرات المراقبة قبطان السفينة قال لي ان السفينة كان فيها عيب خطير ازاي تسمح بخروجها وشحنها بحمولة مهمة زي دي انا مدير الصيانة انا المسؤول عن سلامة السفينة وبعدها حضرتك السفينة اختفت مش غرقت علشان تسألني السؤال ده حمولة السفينة من الدهب وصلت امتى وصلت من 3 ايام بالضبط يا فضلت ممكن اعرف ازاي تسيبوا الدهب كل المدة دي على الرصيف من غير ما تبلغوا مال التحميل بينهم يرفعوا الدهب والحمولة على السفينة احنا كان عندنا اعتراض على نوع السفينة وخصوصا بعد معرفنا انها كانت هتغرق في رحلتها اللي فاتت يعني السفينة اختفت وانت موجود ولا قبل ما توصل لا يا فندم وصلت هنا ملقتهاش موجودة خالص ومين بقى اللي عارف بالموضوع ده؟ كل العاملين يا فندم في الميناء عارفين كده ماشي يا سيدي السفينة خرجت من الصيانة امتى؟ السفينة خرجت من الصيانة من 5 ايام ووقفت حملت الشهنة والصبح يلاقي لهم بيبلغون انها اختفت في الوقت اللي كان المفروض انها تبدأ في رحلتها شفت الدهب بنفسك في السندق اللي تحملت على السفينة قبل ما تختفي؟ لا طبعا ما شفتش الدهب لانه بيكون في صندق مصفحة ومغلقة باحكام وما ينفعش ان احنا نفتح الحاجات دي قدام العمال تحت اي ظرف واي سبب ازاي تأكدت انها سندق الدهب؟ هضغطك انا شغال في الميناء بقى لي اكتر من 30 سنة واعرف سندق الدهب كويس واي كانت نتيجة الاعتراض واعتربت المين بالظبط هنا في الميناء ممكن تفاهمني؟ اعترضنا لمدير الميناء اللي سأل مسئول السيانة وقال له ان السفينة خلتها كويسة جدا لكن انا اصريت على انهم يبدلوا السفينة لكن فجيت باسرار من مدير الميناء على ان هو السفينة دي هي اللي هتحمل وان هو مش هيغيرها طيب العيب اللي كان في السفينة كان خطير لدرجة ان هي طاعت شهر كامل في السيانة؟ العيب اللي كان في السفينة كان يخليها تخرج من الخدمة خالص انا مش عارف ازاي كانوا هيطلعوها الرحلة دي بس هما قالوا انها تصينت وان العيب اختفى ومين اللي حاطت النظام ده؟ انا يا فندم اللي حاطت النظام ده بس قبطان السفينة قال ان هو القائد الوحيد للسفينة وان هو مش هاش من ساعة ما حصل فيها العطل من شهر يا ترى مين اللي قاد السفينة في الفترة دي؟ السفينة الطول ما هي في عهضة السيانة بتتجرب مراكب اسمها الغاطس بتجر السفينة واي حد يقدر يوجيها موضوع مش صعب يعني اه تعرف سنديق الدهب لكن ما تعرفش اذا كانت فيها دهب فعلا ولا لا ايه اللي جوه السنديق الشيء مش من اختصاصي في جهات تانية في الميناء زي الجمارك وادارة التفتيش هما المسئولين عن انهم يعرفوا ايه اللي جوه السنديق لكن احنا مهمتنا الشحن والتفريخ بس يا فندم والعمال اللي نزلوا السنديق من عربيات الشركة هما نفسهم العمال اللي حملوا السنديق على السفينة احنا نزلنا السنديق من على الشاحنات وخزلناها في العنبر اللي موجود جنب الرصيف عشان نجاهزها للتحميل لكن ما حملناش حمولة الدهب على السفينة وايه كانت النتيجة ورا اسرارك في وقت فجأة لقيتني من كم يوم بلغني مسئول الصيانة ان الدهب تحمل على السفينة ولما جيت هنا بلغون ان السفينة بالحمولة اللي عليها اختفت تماما في حد غيرك هنا بيعرف في سوق السفينة دي لا يا فندم انا بس يعني انت اللي مختار ان كاميرات المراقبة تفصل كل 30 يوم وتمسح اللي قبلها ايوه بالضبط ايه السبب بقى ورا انكم محملتوش سنديق الدهب على السفينة استنينا السفينة لما تخرج من الصيانة وهي السفينة مخرجتش من الصيانة لا خربت لكن ما بلغوناش علشان نيجي نحمل السفينة بالدهب في اي شي يأكد ان السنديق اللي كانت هنا كانت متحملة بالدهب فعلا اصدق ايه مش فاهم يعني ايه دليلك ان السنديق كان فيها الدهب فعلا الاوراق اللي خرجت من الشركة وكلها موجودة معايا هنا ومن المسؤول عن ابلاغكم بتحميل الدهب على السفينة وليه ما بلغوش شركة التوريد صاحبة سنديق الدهب هي المسؤولة عن ابلاغنا عن تحميل السفينة ومحدش بلاغنا ان احنا نيجي نحمل والاوراق دي طبعا انت اللي بتكتبها في الشرك طبعا طبعا انا اللي بكتبها معانا المسؤول الاول في الشرك تمام تمام انا الوقتي عرفت الجاني لو انتم كمان عرفتوه اكتبونا هو مين في التعليقات هل هو كبطان السفينة ولا مدير المينة ولا مسؤول الصيانة ولا رئيس العمال ولا مسؤول الشركة الكبير وبالنسبة للي ما عرفوش استنونا الحلقة اللي جاية مع حلقة جديدة ونخز جديد تنسوش تعملو اشتراك عشان يجيلكم اشعار بالحلقة اللي جاية في وقتها مع تحيات المحقق هابوش